بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين خاتم الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الأيام الكريمة المباركة التي فيها فضائل ومناقب وولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ولأنها نعمة كبيرة لذلك نرى الدعاء المعهود في عيد الغدير الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة الطاهرين في هذه الأيام ذكريات ثلاثة ونعرض لها باختصار ونؤكد على المغزى المهم فيها أولا يوم المباهلة وقد جاء نصارى من منطقة نجران ونجران في جنوب المملكة العربية السعودية على حدود اليمن هذه المنطقة دعاهم النبي إلى الإسلام فقالوا لنبعث جماعة ونرى إن كان محمد نبيا حقا وجاء ستون رجلا منهم ونرى تعامل النبي معهم تعامل إنساني وأخلاقي أو باصطلاح هذه الأيام تعامل ديمقراطي بأفضل ما يكون إذ نزلوا في المسجد وحينما صار وقت القداس قاموا بصلواتهم وقداسهم في داخل المسجد بعض المسلمين تضايق من ذلك ولكن النبي أمره بالهدوء وقال ليأخذوا حرقيتهم فيما يعتقدون ثم ناظرهم النبي وتذكر المناظرة المفصلة معهم في كتاب الاحتجاج للطبرسي وغيرهم من الكتب غالبا كان التأكيد على أن عيسى على نبينا وآله وعليه السلام هو إنسان نبي وليس إله ومن جملة ما قالوا بعد أن استذل النبي صلى الله عليه وآله على أنه لا يمكن التثليث ويجب أن نؤمن بالتوحيد قالوا أنه قال سأذهب إلى أبي وأبيكم هذا النص موجود في التوراة ما زال موجود والإنجيل يذكر هذا المعنى فقال وما أدراكم أنه يعني الله بل ربما يعني أبوه يعني آدم عليه السلام أنه أبو البشر وهو سينتقل إلى المكان الذي انتقل إليه آدم بل ما عنا غير ذلك فإذن حتى هذا بدلالة وأبيكم يعني أبو البشر جميعا فآدم هو أبو البشر جميعا وعنا ذلك المعنى وليس بمعنى أنه الأب والابن والمتولد منه ثم قالوا إذا كان كذلك فمن أبوه هنا انتظر النبي صلى الله عليه وعاله خبر السماء فجاءت الآية أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فإذن هو قد خلق بكلمة الكينونة كلمة الإيجاد كلمة الخلق وهي كن كما خلق من قبل آدم وحواء في بداية الخلق ومع ذلك لم يؤمنوا بالرغم من أنهم كانوا يرون فيه صفات النبوة ولذلك دعاهم إلى المباهلة والقرآن الكريم يقول فمن حاجك فيه من بعد ذلك فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين هنا الابتهال أن يأتي طرفين يدعون كل يدعي بدعواه ثم يسأل الله أن ينزل اللعنة ولعنة الله طرده من رحمته وإذا طرد الإنسان من رحمة الله يهلك الحياة والرزق والآكل والشرب والنفس والبدن الذي يتحرك ويمشي بل العرض التي يسير على كلها رحمة من الله سبحانه وتعالى فإذا طرد الإنسان من رحمة الله فسوف يحل عليه العذاب والهلاك وتقرر ذلك وقال أحد كبارهم وهو العاقب قال إن جاء محمد بأهل بيته فهو نبي حق لأنه من علامة الملوك أنه يأتون بجيش كبير والناس ليطلبون العزة بوجود الناس أما النبي فهو قريب من الله ويطلب العزة من الله سبحانه وتعالى لا يحتاج للناس ثم لا يفرط الإنسان إذا كان كاذبا بأهل بيته فلا يأتي بأهل بيته فيهلك إن كان كاذبا ورأوا في اليوم الثاني آثار العذاب وأنه لو باهلوا النبي لنزل العذاب والقول المهمة يقول أنه لو باهلتموه هذا العاقب رئيسهم قال إني أرى وجوها لو دعت الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله فلا تباهلوهم فإني أخشى أن لو باهلتموهم أن لا يبقى على وجه الأرض نصراني قط ولكن صالحوهم فصالحوا النبي والنبي قبل الصلح كان ممكن أن يقول لا لا أقبل الصلح أوصلتم المسألة بعد المنطق والعاقل لم تقبلوه طلبتم المباهلة أنا فقط أباهل لا النبي جعل الخيارات لهم أيضا قبل الصلح على ما كان عليه الآية الكريمة وأنفسنا وأنفسكم هنا مهمة جدا أتعرض فقط لها لأن البحث طويل الواقع جعل أمير المؤمنين سلام الله عليه كنفسه بعض المتعصبين من المفسرين من الخط السلفي يقول أنفسنا يعني النبي نفسه ولكن من المعلوم في لغة العرب أن لا يدعو الإنسان نفسه هو يتكلم عن نفسه بس لا يدعو نفسه أقول أدعو نفسي لا يقول أدعو الآخرين أما أدعو نفسي هذا ما لا معنى فتعالوا وندعو ويدعو يقول أنا نفسي أدعوني أنا أجي وما يعزم نفسه هو موجود فإذن يجب أن يكون غيره ولم يكن غيره سوى أمير المؤمنين سلام الله عليه بقي المعنى كان نفسه مئة بالمئة طبعا بحسب الدليل أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإذن له جميع الصفات ما عدا النبوة وهذا المعنى أيضا معنى جليل جدا حينما نقول جميع الصفات يعني هل أدركنا كمالات وفضائل وصفات ودرجات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى نستطيع أن ندرك فضائل ومناقب وكمالات ودرجات أمير المؤمنين إذا كان هو كنفس النبي النبي صلى الله عليه وآله الذي حين ما يصعد في المعراج للسماء يصل إلى درجة جبرائيل أمين الوحي ليس بينه وبين الله حاجب هو ينقل الوحي من الله إلى الأنبياء يقول لو دنوت أنملة لا احترقت أنت أذهب تستطيع أن ترتفع بدرجات الكمال أكثر من هذا أما أنا فحدي إلى هنا فالنبي الذي يرتفع إلى هذه الدرجة من القرب الإلهي أمير المؤمنين سلام الله يقول هو كنفسه بنفس الدرجة ونفس المقام له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان رحمة للعالمين ليس فقط للإنس للبشر لا للعالمين عالمين جمع من الجن والإنس والبهائم والأكوان والجمادات والحيوانات والنباتات وكل ما موجود في العوالم وجوده رحمة لكل هذه العوالم وقد استمعتم إلى حديث النور وبداية الخلقة وهو يفسر بعض التفسير لمعنى رحمة للعالمين ولكن لو أردنا أن نقوض في عمقها فلا وقت لدينا في ذلك لذلك أقول إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين فمن كان كنفسه هو أيضا رحمة للعالمين ولما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو صاحب الشفاعة الكبرى في يوم القيامة فمن كان كنفسه هو أيضا صاحب الشفاعة الكبرى في يوم القيامة وإذا كان النبي كما نؤمن ويؤمن جميع المسلمين هو أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين فلا عجب ولا غلو أن نقول أن أمير المؤمنين وهو كنفس رسول الله أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين وأي غلو في ذلك إذا كان القرآن الكريم يقول أن علي كنفس رسول الله ونفس رسول الله أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين هذه درجات ومقامات لو تأملنا فيها لرأينا كم هو عظيم مقام أمير المؤمنين وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ونرى أن الله سبحانه وتعالى أكد ذلك في ذكريات في مثل هذه الأيام وهو نزول آية الولاية جاء أيضا بعض اليهود وأسلموا ثم طلبوا من النبي أن يعرفوا من يخلفه فنزلت الآية الكريمة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون هنا خرج النبي من البيت وسأل في المسجد أكان هناك سائل قالوا نعم قال هل سألت أحدا قال نعم سألت المسلمين ولم يعطني أحد شيئا إلا ذلك المصلي أعطاني خاتمه في أثناء الركوع فقال النبي صلى الله عليه وآله فرضت ولاية أمير المؤمنين على البشرية هنا أكدها النبي نعلم من الآية باختصار إنما كلمة استعمل للحصر في اللغة العربية يعني هؤلاء فقط لا غيرهم لا يدخل أحد آخر في هذه الولاية إنما من هم وليكم الله وولاية الله مطلقة أم مقيدة مطلقة أم محدودة طبعا مطلقة الله ولينا ومولانا وسيدنا وربنا وخالقنا ورازقنا وولايته علينا ولاية مطلقة لا حد لها ولا حاصر أولى بنا من أنفسنا وبما نملك ونحن العبيد وما نملك لربنا فالله سبحانه وتعالى أعطى هذه الولاية بدون فصل وبدون تمييز لرسوله إنما وليكم الله ورسوله لم يفصل بين ولايته جل وعلا ورسوله لأنه أعطى الولاية إلى رسوله ونفس الولاية أعطاها الولاية المطلقة الكاملة التامة إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهذه الآية بإجماع المفسرين نزلت في حق أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما تصدق بخاتمه في أثناء الركوع سبعضهم يثير هل يجوز أو يصح من المصلي أن يحرك يده ويعطي شيئا لأن حركة اليد مكروهة في الصلاة أولا ربما كانت الصلاة صلاة نافلة ولم تكن واجبة وفي النافلة تجوز الحركة ثانيا إذا كان هذا العمل مكروه فمقابل عمل آخر مستحب بل ربما يصل الوجوب سائل فقير محتاج والإنسان لا يكرمه ولا يعطيه وقد تحدى المسلمين قال أنا أتيت ثلاث مرات سائل لم يعطيه أحد وقال اللهم أشهد أني أتيت مسجد نبيك ولم يعطني أحد شيئا ومثل هذا السائل الإنسان لا يعطي هذا أيضا استهانه بحق السائل وهو ربما يصل إلى درجة الوجوب في إعانة المؤمن فإذن حتى لو فرضنا في صلاة واجبة فوجوب الإعانة أكثر من الكراهية الموجودة في هذا ثالثا بعضهم يقول أمير المؤمنين متوجه إلى الله سبحانه وتعالى فكيف يسمع ويلتفت إلى ما يقوله السائل ويفهم معنى مع أنه مستغرق في ذات الله سبحانه وتعالى في صلاته وكما هو معروف أصابت بعض السهام في صفين فلما أراد الأطباء أن يخرجوها آلمته كثيرا فقال الحسنان سلام الله عليهم اتركوه إلى أن يصلي وانتزعوا السهام في أثناء الصلاة فأنه لا يشعر بشيء فإذا كان هذا وضع أمير المؤمنين لا يشعر بألم السهام كيف سمع وفهم وتأمل كلام الفقير في المسجد بعضهم يثير هذا الإشكال ولكن الجواب الجواب أقوله لصبط ابن الجوزي سأله أحدهم وكان على المنبر هذا السؤال فتأمل قليلا ثم أجاب ببيتين من الشعر فقال يسقي ويشرب لا تلهيه نشوته عن النديم ولا يلهو عن الكاسي أطاعه سكره حتى تمكن من فعل الصحات فهذا واحد الناس كأنه أراد أن يقول أن استغراقه مع الله سبحانه وتعالى لا ينسي حقه مع الناس للناس حقوق لا يفرط في أثناء العبادة بحق الناس ولا إذا كان مع الناس ينسى ربه فهو مع الله ومع الناس في آن واحد وهذا واحد الناس لا يستطيع كل أحد أن يكون كذلك هكذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه ولذلك أن الله سبحانه وتعالى امتدح فضيلة ثالثة له في هذه الأيام وقد مرض الحسنان فنذر أمير المؤمنين والزهراء ونذر الحسن والحسين وخادمة فضة إن شفي الحسنان إن يصوموا لله ثلاثة أيام وشفي الحسنان سلام الله عليهما فجاء أمير المؤمنين بثلاثة أصوأ الصاع من الطعام تعرفون ثلاث كيلوات وجاء إلى الزهراء فطحنته وعجنته وصنعت منه طعاماً خمسة أقراص من الخمز لكي يفطروا بها في اليوم الأول جاء مسكين وطلب العون فعطاه أمير المؤمنين حصته في بعض الرؤية يقول كسر كسر ليأكلها بعد أن شرب الماء أراد أن يأكل وطرق الباب المسكين وطلب العون أمير المؤمنين سلام الله عليهما لم يأكل حتى تلك اللقمة أعطاه القرصة كاملاً وربما كان يكفيه ذلك القرص لأنه طعام إنسان واحد ولكن تضحيت أهل البيت وحبهم للثواب وعشقهم للأجر من الله سبحانه وتعالى هذا الإخلاص الكامل لله جعلهم واحداً فواحداً الزهراء أعطت طعامها أيضاً الحسن كذلك الحسين كذلك حتى خادمة فضة أعطت قرصها إلى هذا المسكين تعلمون أن الحسن والحسين في هذه الواقعة التي يقال كانت السنة العاشرة للهجرة أمرهم ست وسبع سنوات يعني سبع سنوات عمر الإمام الحسن وست سنوات أطفال مع ذلك هم أئمة على كل حال وينظرون بنور الله وهذا إخلاصهم في اليوم الثاني أيضاً عند الإفطار جاء يتيم وفي اليوم الثالث أسير تعرفون القصة أعطوا ما عندهم ثلاثة أيام ولم يفطروا إلا على الماء حتى بان الضعف والهزال في بدنهم وكانت الزهراء تقف في محراب صلاتها ويترتجف من الضعف والجوع وعندها جاء جبرايل وأعطى هذه الكرامة للنبي ونزلت سورة الإنسان كاملة في فضلهم هنا يذكر القرآن الكريم أذكر نقطتين طبعاً السورة فيها معاني كثيرة ولكن لضيق الوقت أولاً قال ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيماً واسراً على حبه الضمير هنا كما يقول المفسرون يرجع إلى الطعام على حب الطعام يعني ما أعطوا طعاماً زائداً عن حاجتهم ولا طعاماً قد بات ولا يحتاجونه أو درجة الثانية أو الثالثة من الأهمية لا هم أحوج ما يكونون إلى الطعام وأعطوا ما يحبون هذا كمال الإيثار وكمال الإخلاص لله وكمال طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى أن يحب الإنسان شيئاً ويتعلق به ثم يتصدق به في سبيل الله هذا النموذج لنا إذا أردنا أن نعطي نعطي أفضل ما عندنا في سبيل الله لا نعطي أرذل ما عندنا عادة نعطي الملابس المستعملة لا أقول هذا سيء لا بس ولكن الثواب الجزيل يكون إذا نعطي الثياب الجديد إلى الفقراء أو نعطي حتى ما نحبه من الهدايا ومن الثياب ومن الطعام إلى الفقراء أو إلى المحتاجين أو إلى الأخوة في الدين هذا طبيعة الإنسان إذا أراد أن يحصل على كمال الأجر من الله سبحانه وتعالى يعطي كل ما يحب في سبيل الله لا يعطي ما ليس مهماً له فهنا الله سبحانه وتعالى شكر ذلك لهم وذكر إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور هذا الإخلاص الكامل لله غالباً لا يتحقق للبشر يعني يحتاج مران كثير حتى نستطيع أن نصل إلى بعض هذه الدرجات بحيث نعطي فقط لله لا ننتظر آجر لا شكور لا جزاء لا ثواب لا مدح لا ثناء نتبرع ولا نريد أن يعرفنا أحد بل لو عرف أحد ممكن أن يؤذينا ذلك لأنه اطلع على سر لا نريد أحداً يطلع عليه ولا ننتظر شكراً من أحد ولا ننتظر جزاءاً من أحد بل ولا ننتظر حتى جزاء في الدنيا لأحد فقط إرضاءاً لله سبحانه وتعالى لأن الله يرضى بهذا العمل الله أمرنا وطلب منا أن نعطي ونتبرع ونساعد الفقراء نساعد المحتاجين بأموالنا ونشاركهم ونحن نقوم فقط لله بدون أن نطلب حتى كلمة شكر ممن نعطيه نعرف في حياة الأئمة السلام الله عليهم تكرر في حياة الإمام زين العابدين الإمام الصادق وغيرهم كانوا يعطون للناس مساء ولا يعرفونهم ولا يدرون من أين يأتيهم الطعام لأنهم يعطون في سبيل الله هنا إنما نطعمكم لوجه الله الله سبحانه وتعالى ذكر أن ما أعطوا كاملاً لوجه الله ليس فيه ولا واحد مو بالمية ولا بالألف ولا واحد بالمليون ولا واحد بالمليار لغير الله لو كانوا واحد بالمليار فيه شائبة رياء أو شيء آخر لغير الله لما ذكره الله لأن الله يقول لوجه الله يعني ولا واحد بالمليار فيه شائبة شرك مع الله هذا العطاء وإن كان بظاهره المادي قليلاً هي خمسة أقراص كل واحد أعطى قرص من الخفز كم يسوي ثلاثة أقراص ثلاثة أيام من الناحية المادية ولكن الله تقبل ذلك وأنزل سورة كاملة في القرآن الكريم تمدحهم ويذكر فيها جزاءهم في الجنة ويذكر يخافون من ربهم يوماً عبوساً قمطريراً عجيب هذه الآية إذا كان أهل البيت بتلك الدرجة العالية يخافون من ربهم فما بالك بنا لا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً نسأل الله سبحانه وتعالى بحق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن يعجل فرج وليه صاحب العصر والزمان وأن يجعلنا من أنصاره وأعوامنا المجاهدين بين يديه اللهم بحق محمد وآل محمد من على مرضانا خصوصاً المنظورين في المستشفى بالشفاء والصحة والعافية اللهم ارحم موتانا فقد انقطعوا من الدنيا فأوصل ثواب هذا المجلس وما نقرأه من أحاديث في فضل أهل البيت إلى روح أمواتنا وشيعة أمير المؤمنين جميعاً اللهم وسع علينا أرزاقنا اللهم اقضي ديوننا اللهم بارك لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة وإلى أرواح شيعة أمير المؤمنين ومن مات رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله